لا حديث للرأي العام في تونس اليوم سوى عن قضية التآمر على أمن الدولة والتي بمقتضاها اعتقلت السلطات التونسية العشرات من السياسيين والنشطاء إثر تقارير أمنية أفادت بوجود مخططات تستهجف الأمن القومي والدخول في صفقات لوبينغ مع جهات خارجية والتخابر لإثارة الفوضى وإفشال مصاري يوليو ومنع البرلمان الجديد من الإنعقاد وواجهت أحزاب المعارضة هذه التهمة بالنفي مؤكدة أنها مغلطات ملفقة لإخراس صوت المعارضين للرئيس سعيد اعتقال عشرات المعارضة لمنظومة الإنقلاب في خرق للإجراءات في خرق للقوانين في ملفات مفبركة ملفقة الرئيس التونسي شدد على دور القضاء اليوم لمنع مخططات التآمر على أمن الدولة عبر كشف ومحاسبة المتورطين وهم أعضاء من جبهة الخلاص ورجال أعمال وعدد من النشطاء الذين قاموا بعقد شماعات سرية من أجل مقاومة مصاري الرئيس وإسقاطه في وقت تهدد فيه المعارضة بالتصعيد والتظاهر ضد حملة الاعتقالات التي قد تتواصل في الفترة المقبلة هناك تحقيقات جدية ومنطلق هذه التحقيقات منذ عام ونحن نحكو علىه هناك تآمر على الدولة وبالتالي بات لزوما على النيابة العمومية أن تطلع دورها الحقيقي وهو كشف هذا الملف وإحالة الملف على التحقيق يفرض على الجميع أن يحترم مسرية التحقيقات رغم أن هناك أطراف متورطة وظالعة في تآمر عمل الدولة وكانت السلطة التونسية قد عثرت على وثائق ورصدت مكالمات بين الموقفين تفيد بتآمرهم على الأمن العام وفق ما ذكرته بعض المصادر القضائية يبدو أن حملة الاعتقالات التي تشنها السلطة التونسية سيكون لها وقع مباشر على المشهد السياسي في الفترة المقبلة فرغم تصعيد المعارضة واستنكر الجهات الحقوقية إلى أن الرئيس التونسي يؤكد أن هذه الخطوة تهجف لحماية المصاري السياسي الجديد وحرك يوليو من أي محاولات داخلية أو خارجية لإجهاضها نجلاء بخريس الغد تونس تونس